ترجمة نانسي قنقر اهتمام جلالته بتقديم يد العون والمساعدة لجميع شعوب العالم بهذه الملاسبة تقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية بخالص الشكر والتقديل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعى على نفتته الإنسانية الكريمة بتقديم يد العون والمساعدة لمختلف شعوب العالم خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية لانتشار فيروس كورونا كوفيد 19 على المستوى العالمي انطلاقا من هويتنا البحرينية وعاداتنا الأصيلة وفي كلمة لسموه بمناسبة بصول شحنة الإمدادات الطبية الإغاثية الثالثة من مملكة البحرين إلى جمهورية سربيا نقل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة تحية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن إيسى الخليفة عهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس وزراء إلى جمهورية سربيا وشعبها الصديق موجها سموه التقدير للعاملين في الصفوف الأمامية على شجاعتهم والتزامهم لمواجهة هذا الفيروس ومؤكدا سموه فخره واعتزازه بهذه الشحنة التي تعكس تعاليم جلالة الملك المفدى الكريمة وعاداتنا وتقاليدنا العريقة أولا لعhi Ultra بالمواجهة سنوانمي الأشبيансين ومؤكدا ساكام بالكريمة وعطاء أحد كريمة أبدا بأل far والأعادة والعملية والعملية المستقبلية لتجهزة من الأشياء في التجهزة الجنوبة العامة لتجهزة في المتحدثات الكرونية المستقبلية وغيرها في تجهزة جميلة وهمية وممتنة اليوم، إننا نرحب المتحدث لمدة شهر ثلاثة رفاقات السببية إلى نهاية الدرصال لتسجهزة لهم معقلقة نهاية الدرصال We are proud of these efforts, which stem from His Majesty's generous teachings and our deep-rooted tradition and customs, as well as the teachings of our Islamic religion. And we are deeply committed to continuing to support our friends as we collectively battle this global pandemic. Today, we are honored that our commitment to the Serbian people and the bilateral ties that bind our two nations are fortified. I strongly believe that through strengthening ties and international cooperation among friends and allies, we are more prepared and better equipped to deploy a concerted, collective effort to overcome these challenging times. We remain steadfast in our pledge to expand cooperation and forward to growing the ties between our two countries. In closing, please accept my best wishes for health and continued progress and prosperity for the people of Serbia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.